صلت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية أشار إلى أن عدد السائحين الدوليين قد تضاعف خلال الربع الأول من العام الجاري أوضح المركز أنه وفقا للتقرير فإن قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط سجل أقوى أداء يليها أوروبا حيث وصل عدد الوافدين إليها لنحو 90% من مستويات ما قبل الجائحة مدفوعا بالطلب القوي داخل المنطقة ثم أفريقيا التي استعادت نحو 88% من مستويات ما قبل الجائحة